اشتركوا في القناة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيها جاء ذلك على هامش فعليات قم التغير المناخ كوب 27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ يأتي ذلك استكمالا للمشروعات التي ترتكز على الصناعات المكملة للوقود الأخضر وذلك عن طريق تخديم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتقرة استقبل سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر كوب 27 للمناخ ألوك شرم رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر ومنها حجد التمويل وتعزيز إجراءات التكيف وتخفيف تدعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار بالإضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ التعاهدات المناخية أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر مؤكدا حرصه على الاستماع والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي للتعرف على مواقفها والاطلاع على شواغلها بما يصهم في تقريب المواقف وتحقيق التوافق أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تعكف حاليا على وضع برنامج النجمة الخضراء الذي يتضمن تفضيل المنتجات منخفضة الكربون في المشترات الحكومية وكذا تدشين خطة وطنية للتدور الخاص بالإنبعاثات والتي ستسهم في مساعدة السوق المحلي على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم مخفض الإنبعاثات الكربونية المنعقد في إطار مؤتمر مناخ كاب 27 بشرم الشيخ كما عشر وزير الصناعة إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشترقة لتحقيق إهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بقطاع الصنعة شاركت وزارة الصحة والسكان في جلسة النقاشية بعنوان التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة وصحية غنية بالعناصر النباتية من العلم إلى العمل وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 بمدينة شرم الشيخ واستعرض المتحدث الرسمي للوزار خلال فعاليات الجلسة نتائج السياسات وبرامج التغذية التي تم تطبيقها للحد من أمراض سوء التغذية للأطفال واستعرض المتحدث الرسمي للوزار خلال فعاليات الجلسة نتائج السياسات وبرامج تغذية التي تم تطبيقها للحد من أمراض سوء التغذية للأطفال مشيرا إلى انخفاض معدل انتشار التقزم والأنميا لدى الأطفال أقل من خمس سنوات بين عامي 2014 2021 من 21% إلى 13% في عام 2021 اشتركوا في القناة من قلبي احترامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة